أسعد الله أوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم اليوم توقعتنا على يوم الخميس 17 أذار مارس القمر موجود في منزلة العواء وهي للربح والحرية والزواج من الآن موعد بث الحلقة لغاية الساعة 12 و25 دقيقة من ظهر اليوم الخميس لينتقل القمر بعدها لمنزلة السماك الأعزل وهي منزلة للصلح والدواء والضرر والتصليح القمر موجود في برج العذراء واستقر تماما فلآن منعود لطبعتنا الجادة مننتبه أكثر لصحتنا بممارس التمارين رياضية أو البدء بحمية بتساعدنا في المحافظة على وزن مناسب منقبل على عملنا بهمة ونشاط ما منترك واردة أو شاردة دون تفحصها منجد أنه عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دورهام منشعر أن الناس شحيحون في عطاهم ماديا معاطفيا ممكن ننتقد أنفسنا أو نتوهم أمراض ما لها أي وجود هاي فترة أفضل للتخلص من عدد سيئة كالتدخين، شرب الكحول، مهدئات، مسكنات، الأمور هاي وبوسع نقتناء حيوان أليف أو مطالعة كتاب مفيد أو البدء بوظيفة أو عمل جديد بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا في عنا زاوية اليوم بدأت من الزوايا السلبية هي زاوية التربيع السلبية بين الزهرة وبين أورانوس وهاي طبعا تأثيراتها ابتداء من اليوم اللي هو 17-3 ذروتها يوم 19-3 يعني هي بتتشكل بالكامل يوم 19-3 ولكن تستمر تأثيراتها لغاية يوم 21-3 هاي الزاوية يتوقع لأي علاقة غرامية ضعيفة إنها تنتهي بشكل سريع وغير متوقع وبرضو هاي الفترة بتدل على إنه يعني الإنتاجات الفنية والأغاني والأمور الفنية هاي بتكون ضعيفة إذا أخرجت بهاي الفترة ممكن يصير فيه نوع من أنواع الهجوم عليها يعني كمان ممكن تتعرض بعض الأمور الفنية للحضر إنه ما تنبث أساسا لسوءها كما يستحسن بهاي الفترة تجنب إقامة الحفلات والسهارات هاي الفترة يعني فيها نوع من أنواع الفشل أو وقوع بعض الحوادث الغير متوقعة أثناء الحفلات يكره فيها تنقل الفنانين وخصوصا عبر الجو يعني ازدياد احتمال وقوع بعض الحوادث إلهم خاصة برضو هاي الفترة لأنه الزهرة وأورانوس بتسبب نوع من أنواع الفساد الأخلاقي أو الإنحلال تحرر بمعناه السلبي بالفترة هاي أو ممكن ترويج لبعض الأمور السلبية الفترة هاي عادة إحنا بما أنه الزهرة وهو السعد الأصغر مع أورانوس للتقلبات ووجود أورانوس في بيت له علاقة في البنوك والاستثمارات وهاي زاوية تربيع ما بين الطرفين فهنا منقول أنه اتجنبوا الاستثمارات في هاي الفترة لأنه البنوك والمؤسسات المالية ممكن تتعرض لتراجع مفاجئ في المداخيل وبرضو إلها علاقة بضربات اقتصادية مرعبة يعني شفتوا الارتفاعات اللي صارت في الأيام الماضية الهاي الأيام تحديدا اللي إحنا ذكرناها رح تلاحظوا أنه فيه ازدياد مرعب أكثر من السابق في أمور الأسعار أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين الشمس وبين بلوتو وهاي مستمرة لغاية يوم 22-3 بتعزز قدرتنا على تحديد أهدافنا والسعي نحوها كما أنه بيتجه اهتمامنا نحو الأمور الغامضة ومحاولة فهمها أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل أول زاوية هي زاوية التقابل السلبية رح تكون بين القمر وبين عطارد وهاي رح تكون في تمام الساعة 2.8 دقائق صباحا فبعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجي الطباع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية رح تكون بين القمر وبين أورانوس وهاي رح تكون في تمام الساعة 3.24 دقيقة صباحا هذه زاوية بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفاد منها وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية بطيئة كنا منذكرها في الأيام الماضية هي زاوية التثليث إيجابية بين عطارد وبين أورانوس طبعا هي ذروتها اليوم ذروتها الساعة 2.13 دقيقة ظهرا طبعا تأثيراتها هي مستمرة لغاية يوم 19-3 فننشط ومنباشر بأكثر من مسعف في أكثر من اتجاه في نفس الوقت كما أنه هاي زاوية بتعزز قدرتنا العقلية فبتسهل علينا حل وفهم مسائل علمية تعذر حلها مسبقا ومنشعر بالثقة بقوة الحدث الموجودة لدينا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل السلبية بين القمر وبين المشتري وهاي راح تكون في تمام ساعة 41 دقيقة بعد الظهر يجب توخي الحذر ممن يحاولوا استغلال طيبتنا وكرمنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل السلبية أيضا ما بين القمر وما بين نبتون وهاي راح تكون في تمام ساعة 11 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج أي بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين أما بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية اليوم وإذا شعرنا بأي شيء غير اعتيادي مراجعة الطبيب البنكرياس لمعايد دقيقة الأعور أو المصران الأعور القولون الجهاز الهضمي الاثناء عشر المستقيم أجهزة الإحساس مثل العيون والأذنين بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية ما في أي مشاكل طبعا لا يوصى اليوم كاملا عمليات تجميل مثل الحقن والجراحة هذا غير مناسب لأنه زي ما حكينا الزهرة بلشت شكل زاوية خطيرة مع أورانوس وهاي الأمور شوي بدها نوع من أنواع الحساسية ممكن أمور تنظيف بشرة أو أمور هاي ما في أي مشكلة ده يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح برضو للقص العلاجي أما بالنسبة لمطعوم كورونا اليوم ما في أي مشاكل عليه ممكن بعض الأعراض اللي بتيجي يعني خفيفة جدا يعني بندول براستيمول ممكن يفي بالغرض بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج العذراء معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم الجمعة 18-3 رح يبدأ في تمام الساعة 8 و10 دقائق صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة 11 و25 دقيقة ظهرا ليستقر القمر في برج الميزان أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل 15 يوم وفي تمام الساعة 3 ودقيقة عصرا بيصير عمره 16 يوم نسبة الإضاءة بتصير 95% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم 23 سعيدة بنسبة 15% الآن ولكن مع ساعات الظهر بتصير منتحسة بنسبة 10% القمر في العذراء حتى يوم 18-3 منتحس الآن بنسبة 10% ولكن مع ساعات الصباح بيصير منتحس بنسبة 40% عطارد في الحوت حتى يوم 27-3 سعيد بنسبة 70% الزهرة في الدلو حتى يوم 5-4 منتحس بنسبة 50% المريخ في الدلو حتى يوم 15-4 منتحس بنسبة 10% المشتري في الحوت حتى يوم 10-5 سعيد بنسبة 10% زحل في الدلو حتى يوم 4-6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور حتى يوم 24 ثمانية سعيد بنسبة 15% نيبتون في الحوت حتى يوم 28 ستة سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي حتى يوم 29 أربعة سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم لأنه بيحمل نوع من أنواع شوي السلبية للقمر فبيتراكم العمل أكثر من المعتاد وبتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم فعشان هيك بدكوا تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم حاولوا إيجاد الحلول وعالجوا المسائل الطارئة للتوصل لا اتفاق ما بينكم بين زملائكم العمل أو ما بين الأشخاص اللي بتتعاملوا معهم ابحثوا عن حليف أو عن دعم واتجنبوا الإساءة للأصدقاء والشركاء وحذروا من التراجع الصحي خلال هذا اليوم برج الثور بتظل الرغبة قوية جدا في التقرب من أحباكم وإيجاد قاسم مشترك بيجمعكم بهم وبحيطكم الفلك اليوم بالحيوية والحماسة لمتابعة المساعي وللتواصل مع المحيط وممكن يكون هذا اليوم من أفضل أيام الشهر وممكن تشعروا بالطمأنينة والراحة ولكن حاولوا إنكم ما تفرضوا سلطتكم وسيطرتكم على الأحبة أو تعتبوا عليهم لأنه هاي الفترة شوية بتعمل نوع من أنواع المشاحنات برج الجوزة بتنشغلوا في تنظيم أموركم البيتية والعائلية وبوسعكم اليوم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم ممكن يشعر البعض منكم ببعض الحزن أو التعب وتبحثوا عن ملاذ آمن أهم إشي إنك ما تنتقد أقرب الناس لإلك لأنه الفترة هاي بتلمس نوع من أنواع التوتر على الصعيد العائلي بسبب كثرة الضغوط والأمور الطارئة ممكن تكون أعطال أو مشاكل عائلية برج السرطان طبعا اليوم بتكون أكثر وعي على الطرقات وخاصة في السفر داخل المدن وحاولوا أنكم تدخلوا في نقاش حد مع أخ أو جار طبعا اليوم بسجلكم لقاء مهم أو اتصال مفيد وبتجري أبحاث ومفاوضات ناجحة وبتقوم بزيارة أو ممكن تلاحق عمل ملح وضروري خلال هاي الفترة أو الأيام المقبلة تحديدا ولكن هذا يوم مناسب لهاي الأمور برج الأسد خففوا من النفقات قدر المستطاع وابتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وإحرصوا على مالكم من الضياع أو السرقة ممكن اليوم تناقشوا موضوع بيتعلق بالأمور المالية أهم إشي أنكم ما تتسرعوا في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل أهم إشي أنك لا تبذر أموالك وكون عاقل ومتيقظ قبل التوقيع على عقد وحدد أهدافك يعني اليوم برضو ممكن تجيك هدية أو هبة أو استرداد بعض الأموال القديمة برج العذراء بتشعروا بالثقة أو ثقة كبيرة بالنفس وقدرها على السيطرة على زمام الأمور بتكون اليوم أجواء مميزة وأنت راح تكون برضو مميز بأداءك فالفترة هاي واعدة بخبر أو تسوية أو انطلاقة أو مرحلة جديدة ممكن اليوم تطرح أفكار جديدة وتجتهد على إنجاح مشروع جديد فيه نوع من أنواع الحماسة ووضوح في الأفكار طاقتك عالي جدا لأن القمر صار موجود عندك فهذا بمنحك شيء إيجابي برج الميزان بيتطلب منكم هذا اليوم انتباه بشكل كبير لصحتكم وطاقتكم اليوم ممكن يسيطر التعب الشديد عليكم لأن القمر منتحس في بيت متاعبكم فعشان هيك ممكن يتفكر في إلغاء الموعيد والابتعاد عن الأضواء احمي نفسك من المحتالين حتى أنه اليوم ممكن تهدأ الوتيرة عندك وتتراجع الأرباح والحيوية هي فترة محبطة جدا ومخيبة للآمال فعشان هيك بدك تنتظر اليوم لغاية يوم الغد لا تتحسن الأجواء بس يوصل القمر عنده برج العقرب بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في حفل أو في مناسبة سعيدة أهم مش إنك ما تبقى وحيد بل سارع للمشاركة وإلعب دور بناء في محيطك ومجتمعك بتتمتع بحضور لافت وشعبية واسعة الرؤية عندك واضحة ولكن بجوز إنك تتجنب اتخاذ بعض القرارات لأنه اليوم في نوع من أنواع السلبية وإنجز الأعمال المهمة لأنه بكرة المساء بكرة بعد الظهر يعني بصير القمر في بيت متعبك برج القوس بوسعكم المحافظة على سمعتكم وإنجازاتكم وخصوصاً القائمة في مجال العمل ومجال البيت هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهم شي إنك ما تجازف بسمعتك أو حتى باستقرار وظيفتك فبدك تجنب التصرف الارتجالي وركز بشكل جيد على عمل واحد قبل الانتقال لآخر ونظم أعمالك عشان تقدر تنجزها بالكامل هذا بيت السمعة ما بجوز الغلط اليوم برج الجديد ابتنشطوا في مجال السفر والاتصالات وهذا يوم يعني ممتاز جداً على مستوى أي شيء خارج البلاد أو مع أشخاص خارج البلاد أهم شي إنك تكونوا أكثر وعياً على الطرقات خسرة أثناء قيادة السيارة بين المدن اليوم اندفاعك وحماسك رح يتركوا أجمل الانطباعات عنك بسبب حيويتك الفائضة ابتطمع خواطرك وبتختفي هواجسك هذه فترة إيجابية جداً أهم إشي إنك ما تضيع عليك الفرص الجيدة تفحصوا حساباً مالياً مشتركاً وخففوا من النفقات قدر المستطاع صحتكم أو صحت قريب إلكم بتكون بحاجة للرعاية هذا اليوم أهم إش إنك تكون مرن وما تتنازل عن حقك شرط الامتناع عن فرض الرأي أو التسلط به حاول إنك تبحث عن الحلول اللي بترضي مختلف الأطراف وحاول إنك ما تهمل ملفات ولا قضية لأنه اليوم ممكن كل شيء يكون تحت المنظار يعني أنت مراقب برج الحوت بتتركز جهودكم حول الباحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركائكم سواء في العمل في العاطفي لأنه القمر مقابلكم تماماً فهو بعزز هاي الأمور ولكن الشوي طاقتكم بتكون ضعيف لأنه مقابلكم تماماً فبتك تكونوا أكثر تفاهماً لوجهة نظر شركائكم نسقوا بين مختلف الواجبات حافظوا على هدوءكم الكامل هاي الفترة الضغوط كبيرة والأوضاع ممكن تصعب الأهم راقب وضعك الصحي هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء